الحمد لله رب العالمين وصله وسلم وعلى المبعوثة رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي في كتاب منهج السالكين في كتاب المواريث يقول والأصل فيها قوله تعالى يوصيكم الله فيها أولادكم للذكر مثل حظ المدهين إلى قوله وقوله في آخر السورة يستفتونك قول الله يفتيكم تكلمنا على الآيات الواردة في قسمة المواريث وبيان الله تعالى لها وأيضا تكلمنا على ما يتصل بحكمة الله في ذلك وبيان جميع أحكام هذا الباب والتفصيل فيه على وجه لا نظير له في سائر أبواب العلم الشرعي بعد هذا طبعا المؤلف لما ذكر هذه الآيات هو للاستدلال الإجمالي وليس التفصيلي ولذلك هو لا يستدل على مسألة معينة لا يستدل على نصيب الإبن أو نصيب البنت لا يستدل على الفرائض لا يستدل على شيء بعينه إنما استدلاله في أول الباب على مجمل ما جاء في هذا الباب من النصوص والميراث إما أن يكون بالفرض وإما أن يكون بالتعصيب وبدأ المؤلف بذكر الآيات القرآنية لأنها الأصل ولأنها بينت الفروض وهي الأصل في القسمة فالأصل في القسمة يبدأ بالفروض ثم ما بقي بعد ذلك يعطاه العصبة أو لا رجل ذكر ولهذا بعد أن ذكر فيها ما ذكر من الآيات قال مع حديث بن عباس رضي الله عنهما مرفوعا ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر وهذا النوع الثاني من طرق الميراث وهو الإرث بالتعصيب فالنوع الأول والطريق الأول للميراثة الإرث بالفرض والطريق الثاني الأرث بالتعصيب وهو ما تضمنه حديث عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وإن كانت الآيات قد بيّنت أيضا شيئا من التعصيب لأنه إذا كان الوارث هو الإبن أو الإبن والبنت فهنا كل الميراث يكون بالتعصيب والآيات شملت النوعين لكن فصلت في الفروض وبيّنتها وأما هنا في الحديث قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل الذكر المقصود أن هذه الأدلة أدلة إجمالية في الباب جعلها في مقدمته وسيأتي تفصيل ذلك وبيانه في ما يستقبل قال رحمه الله فقد اجتملت الآيات الكريمات في سورة النساء مع هديث ابن عباس على جل أحكام المواريث وذكرها مفصلة بشروطها وبهذا يتبين أن أحكام المواريث تدور على هذه النصوص التي جعلها المصنف رحمه الله في مقدمة الباب الآيات واضحة وبينة وسبق الكلام عليها إجمالا وأما الحديث فهو أصل من الأصول التي يبنى عليها مسائل الميراث ولذلك عد من جوامع من الجوامع التي ترد إليها أحكام الشريعة ولهذا جعله ابن رجب رحمه الله في مكملة الأحاديث النووية طبعا هذا الحديث لو نتكلم عنه يعني يستغرق بحثا طويلا فهذا الحديث على سبيل المثال تكلم عنه مصنف رحمه الله وبيّن فيه جملة من المسائل الراجعة إلى أحكام العصبات فالعصبة هم الفروع فروع الذكور والوصول الذكور وفروع الإناث وفروع الوصول الذكور والولاء هؤلاء كلهم ممن يرث بالتعصيب بعد ذلك قال المصنف رحمه الله نعم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين قال المصنف رحمه الله تعالى فقد اجتملت الآيات الكريمة مع حديث ابن عباس على جل أحكام المواريث وذكرها مفصلة بشروطها فجعل الله الذكور والإناث من أولاد الصلب وأولاد الابن ومن الإخوة الأشقاء أو لغير أم إذا اجتمعوا يقتسمون المال وما أبقت الفروض للذكر مثل حظ الأنثين وأن الذكور من المذكورين يأخذون المال أو ما أبقت الفروض المصنف بعد أن فرغ من ذكر الأدلة لجمالا جاء لبيان ما تضمنته من أحكام فيما يتعلق بالمواريث قال فجعل الله الذكور والإناث من أولاد الصلب أي إن القسمة التي ذكر الله تعالى في آيات المواريث جعلت أولاد الصلب من الذكور والإناث وأولاد الأبناء وهم الذين أشار إليهم بقوله وأولاد الأبن إن لم يكن معهم صاحب فرض يريثون بالتعصيب أي يريثون جميع المال الفرق بين الميراث بالفرض والميراث بالتعصيب أن الفرض مقدر جزء مقدر من قبل الشارع وأما التعصيب فهو ميراث بلا تقدير هذا الفرق بينهما من حيث قدر النصيب الفروض أنصبة مقدرة وأما الميراث بالتعصيب فلا تقدير فيه بل هو ميراث بلا تقدير فجعل الله الذكور والإناث من أولاد الصلب وأولاد الأبن وكذلك الإخوة الأشقة أو لغير أم وهم الإخوة لأب وإنما قال لغير أم للتنبيه على استثنائهم وأنهم أصحاب فروض يفارقون بقية الإخوة وإلا كان يمكن أن يقول ومن الإخوة الأشقة أو لأب لكن قال أو لغير أم فأفاد فائدتين التنبيه على خروج الإخوة لأم من التعصيب والنص على الإخوة لأب فجمعت فائدتين هذا التعبير جمع فائدتين قال إذا اجتمعوا يقتسمون المال أي يأخذونه جميعا بالقسمة بينهم بالسوية إذا كانوا من جنس من جنس الذكور وإذا كانوا ذكورا وإناثا اقتسموه وفق ما ذكر الله تعالى للذكر مثل حظ الأنثين فإذا كان هذا إذا لم يكن معهم صاحب فرض أما إذا كان معهم صاحب فرض فإنهم يرثون ما أبقت الفرور فإذا كانوا أولادا مع أم الأم صاحبة فرض تعطى نصيبها ثم يقسم الباقي على بقية الورثة من الأولاد يقتسمونه فإذا كان معهم صاحب فرض فلهم ما أبقت الفرض يقتسمونه كذلك على النحو المتقدم وهذا لا خلافة فيه بين أهل العلم ولا شيء لأولاد الأبناء مع وجود أولاد الصلب لذلك قدمهم في قول فجعل الله الذكور والإناث من أولاد الصلب وأولاد البن ومن الإخوة الأشقة أو لغير أم إذا اجتمعوا يقتسمون المال وهذا الترتيب مراعن فيه الأحظ والأسبق فأولاد الصلب يحجبون أولاد الأبن والأولاد سواء كانوا صلبة لصلب أو لابن يحجبون الأخوة الأشقة والأخوة الأشقة يحجبون الأخوة لأب فهذا الترتيب مراعن فيه هذا الأمر ثم قال المصنف رحمه الله وما أبقت الفروض للذكار مثل حظ الأنثيين هذا فيما إذن المصنف أفادنا أن هؤلاء القصة يقتسمون المال على نحوين وعلى حالين إما أن يكون معهم صاحب فرض فيعطى صاحب الفرض نصيبه ثم يقتسمون ما بقيه وإما أن لا يكون معهم صاحب فرض وهذا هو الذي بدأ به فهنا يقتسمون المال على نحو ما ذكر الله جل وعلا وقوله رحمه الله بعد ذلك وأن الواحدة من البنات لها النصف هذا شروع في بيان الفروض هذا شروع في بيان الفروض وبدأ بالفروع لأنهم وحقوا الناس بالميراث فبدأ بهم قبل غيرهم فقال وأن الواحدة من البنات لها النصف وهذا بشرط إذا لم يكن في درجتها أحد من جنسها بمعنى يشترط لميراث البنت النصف إيش الانفراد ألا يكون معها معصب ولا مشارك الانفراد بألا يكون معها معصب ولا مشارك قال قال وبنت الابن كذا نعم وقوله وأن الواحدة من البنات لها النصف كانت بنت أو كانت بنت ابن توفرت فيها الشروط إذا لم يكن في درجتها أحد ولا فوقها أحد يعني بنت الابن ترث النصف فيما إذا لم يكن لها معصب ولا مشارك ولا إيش ولا فرع وارث أعلى منها ولا فرع وارث أعلى منها قال والثنتان فأكثر لهم الثلثان الثنتان يعني من البنات فأكثر لهم الثلثان وهذا نص القرآن حيث قال تعالى فإن كانت واحدة فلها النصف وإن كانت اثنتان فلهم الثلثان مما ترك لقوله تعالى فإن كنا نساء فوق اثنتين الآية فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثان ما ترك ومقصود بقول فإن كنا نساء أي من بنات الصلب أو بنات لبل بأن كنا اثنتين أو أكثر من ذلك بأن كنا اثنتين أو أكثر من ذلك فلهن ثلثة ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف وبدأ بالتعدد ثم ذكر الانفراد في ذكر الفرض والنصيب وهذا محل إجماع وهو نص القرآن لا خلافة فيه الآية أو الآية التي فيها نصيب البنات نصت على ميراث صنفين من البنات في حال الانفراد وهو إيش في قول وإن كانت واحدة فلها نصف ما ترك ونصت على ما فوق الثنتين وهن الثلاث فما فوق لقوله جل وعلا فإن كنا نساء فوق الثنتين فوق الثنتين كم يعني ثلاث فما فوق فالنص على ما فوق على الثلاث فما فوق وعلى الواحدة والثنتين من أين أخذ حكمهما قال الشيخ رحمه الله في بعض كتبه قال يستفاد من قوله وإن كانت واحدة فلها النصف يفهم منه ميراث الثنتين ميراث الثنتين أخذ من مجموع النصين من ميراث ما فوق الثلاث ومن ميراث الواحدة فمفهوم قوله تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف أنه إذا زادت على الواحدة انتقل الفرض عن النصف إلى أي شيء ينتقل إلى الثلثين لأنه ليس ثمة إلا نصف أو ثلثان ليس ثمة إلا نصف أو ثلثان فإذا لم تكن مستحقة للنصف فهي مستحقة للثلثين وأيضا استدل له بقوله للذكر مثل حظ الأنثيين حيث قال أنه يدل على مفارقة الواحدة أن الثنتين تقوم مقام الواحد فإن الثنتين من البنات لهن الثلثان قال إذا خلف ابنا وبنتا فإن الابن له ثلثان وقد أخبر أنه مثل حظ الأنثيين أنه مثل حظ الأنثيين فدل ذلك على أن للبنتين الثلثين لقوله للذكر مثل حظ الأنثيين حظ الأنثيين في هذه الحال كم إذا كانت بنت وبن الثلثان حظ الواحد الثلث فهو له حظ البنتين فكان حظه الثلثان فدلت على أن نصيب البنتين الثلثان بالمفهوم على كل حال هذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء فيه فيما يظهر والله تعالى أعلم قال بعد ذلك وإن كانت بنتا وبنت ابن فللبنت النصف للآية وإن كانت واحدة فلها النصف مما ترك ولبنت لابن السد استكملت الثلثين ودليل ذلك قوله جل وعلا في آية ميراث ميراث الأولاد قال فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثة ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف عندما تكون بنت وبنت ابن عندنا نساء فوق اثنتين لكنهم لكنهم ليس في مرتبة واحدة فهي واحدة منفردة نعطيها النصف لقوله وإن كانت واحدة فلها النصف مما ترك لكن الله تعالى جعل لنساء الفروع إذا انفردنا وكنا اثنتين فأكثر جعل لهن الثلثين فالآن عطينا النصف عندنا بنت أخرى من بنات الفروع من بنات الأبناء في هذه الحال تعطى السدس تكملة الثلثين ولذلك الدليل هذه القسمة هو ما جاء في قولي تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل الحظ وننتهي فإن كنا نساء فوق ثنتين فلهن ثلثة ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف وليأبوي إلى آخر الآية بعد ذلك قال المصنف رحمه الله وكذلك الأخوات الشقيقات الأخوات الشقيقات مثل الأخوات مثل البنات في القسمة وإذاك جاء بهم واللات إلى أب في الكلالة في الكلالة الكلالة هي من مات وليس له ولد ولا والد الكلالة ما هو من مات وليس له ولد ولا والد وإذاك قال إذا لم يكن له ولد ولا والد هذا تعريف للكلالة فالشقيق الواحدة مع الأخت لأب أو الأخوات تأخذ النصف الشقيقة إذا انفردت أخذت النصف دليل ذلك الآية وهي قوله يستخدونك في الكلالة قل له يفتيكم في الكلالة إن امرؤنها لك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك هذا دليل وهو يريثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهم الثلثاني مما ترك فالآن هو يتكلم عن نصيب الأخوات الشقيقات وبدأ ببيان الأخت الشقيقة أو ذكر الأخوات الشقيقات في الجملة لكن هنا من حيث الأحوال إما أن تكون منفردة فتأخذ النصف وإما أن تكون ثنتان فأكثر وإما أن تكون ثنتين فأكثر فلهم الثلثان نعم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله وإذا استغرقت البنات الثلثان سقط ما دونهن من بنات الأبناء إذا لم يعصبهن ذكر بدرجتهن أو أنزل منهن ويسمى هذا المعصب إيش القريب المبارك أو الأخ المبارك يسمى الأخ أو القريب لأنه قد لا يكون أخا قد يكون ابن أخ وذلك الأصوب في التسمية القريب المبارك ليشمل الأخ وابنه إذا كان أنزل وحتاجت إليه في التعصيب وإذا وأنه إذا استغرق طيب وكذلك الشقيقات يعني كما تقدم ومثل ما تقدم البيان في ميراث الأخوات وكذلك يجري ميراث الشقيقات يسقطنا الأخوات للأب كما تسقط البنات بنات الأبناء إذا لم يعصبهن أخوهن إذا لم يعصبهن أخوهن ولا يعصب ولكن تفترق الأخوات لأب مع الأخوات الشقيقات عن بنات الإبن مع البنات بأن الأخوات الشقيقات لا يعصبهن إلا الأخ فقط من في درجتهن أما الأخوات أما بنات الإبن فيعصبهن من دونهن إذا احتجنا إليه بنات إخوة لأم والأخوات طبعاً يعني أنتم تعرفون أن هذه المسائل يعني فيها مؤلفات مستقلة ونحن نمر عليها وفق ما ذكر المصنف رحمه الله إجمالاً للاسترجاع وإلا من أراد التفصيل والإتقال فإحتاج إلى دراسة متخصصة في باب الفرائض حتى يدقنه سلامت أوفير